السلام وغزالة ديالي سلامي احلى متتبعات كم غير رحب بكم كاملين وبالناس اللي عزادوا التحقوا بالقناة ديالي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم اليوم كيفما وعدتكم غدي ندير معكم واحد سيروم ديال فيتامين سي وفي هذا السيروم غدي نحتاج الواحد جوجة البرتقال التي يكونوا زوينين ومغصولين هكذا وعندنا زيت جوجوبة ولا بالنسبة لكم انتم ما استعملوا اي زيت قدر زيت غليسيرين ولا زيت نباتي يكون كيفما كان ولا حتى زيت زيتون تكون فييرج ولا زيت اللوز الحلو حتى هو كي يصلح البنات في هذا الوصفة سوف ندريكم شوية على الفوائد ديال هاد السيروم اللي هو كي يقلل من تجاعد وخصوصا ديال خطوط الرقيقة اللي كتكون على مستوى البشرة خصوصا على مستوى العين او لهنا يحدى الفم كتكون واحد الخطوط كتكون رقيقة كي يقلل منها كيف تحلول البشرة ترطيب دياله كي يكون ترطيب ممتاز لجميع انواع البشرة كي واحد اللون ديال البشرة كي يقلل من تسبوغات او لديك البقعة الداكنة اللي كتكون في البشرة والهالات السوداء حتى هم اللي كي يكونون من جراء التعب كي يصلح لهم مزيان هنا كيفما كيفما كيبال لكم البنات كنحاول نحاول ناخذ غير كل القشرة الفقانية ما تحاولوش تدخله في ذاك اللوب الابيض لان ما فيه لمنافع لواله وغادي بشجاع الفيتامينات غدي يمشيوا وبالنسبة الناس اللي عندهم الفطريات في الرأس ولا في الاضافر ديالهم احتى هما كتاخذ من ذاك الزيت وكتدهني بالشعر ديالك الفروة ديال الشعر ديالك ولا ذاكو الاضافر اللي كيكون فيهم شامبينيون ديروهم تاني يخضي ذاك من ذاك الزيت وديريه راه زوين 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 بزافة البنات وبما ان البرتوقال كي يحتوي على مادة اللي هي الكاغوتين اللي هي كي نحتفل جزارة غنية بالفيتامينات يعني عنده فوائد عدة البنات وانا فيت مني حضرته خمستاشر يوم البنات واستعملته وفعلا المستو حد الفرقين وانا دائما كنقول لكم البنات الحاجة اللي انا ما جربتها هيا شراني ما قدرش نعطيها لكم باش تديرو على الوجه ديالكم ولا على الشعر ديالكم حتى كنجرب انا اللي اولا ملكي يباليه شي ايفي زوين وهذا كنبغين تشارك معاكم البنات اي حاجة زوينة كنبغين تقاسمها محب وهنا البنات كنزيد ربعة حتى الخمسة المعالق من هذك زيد الجوجوبة غادي يزيدون معها وغادي تشوفوا البنات بان من بعد ان شاء الله غاديدك القشرة ديال البرتقال حتى هي كتطلقتك زيود ديالها اللي هي وما في منافع كثير البنات ومن بعد غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي ندير غادي ننسد عليها ونخليها تبات ليلة كاملة البنات ليلة كاملة باش نجح معاكم ديك الوصفة باش دك القشرة ديال المون كتلق دك الفوائد ديولا كما قلت لكم دك زيود ديولا كلهم كتلق في ديك الليلة كاملة وهنا البنات كما قلت لكم خليتوا ليلة كاملة بات وهذا كما قلت لكم معاكم ديك الزيود دياله إلا بليكم شوفوا حتى اللون ديالها تغير وهذا هو الموفيد في هاد السيروم دك الليمون ديك القشرة ديال ليمون حتى هي عطا ديك الزيود دياله لأنك يكون في واحد زيود هما يفهم لفيتامين ودعبا غادي نجيبوا واحد صفاية تكون هكذا ونصفوا ذيك ذيك القشرة اللي عندنا كاملة يبقى عندنا غير الزيت من بعد إن شاء الله غادي نوريكم أشنو غادي نديروا هاد القشرة ما غاديش الرماوها لأنه عندها تهي فوائد كثيرة من بعد ديروها قوماج هاد ساليو منها ديروها قوماجا البنات ما تضيعوه هاش نغادي نستمر به هاد طريقة نغادي نستمر به هاد طريقة فيها في جميع اللي بغيت سنزل تحت أما عن طريقة لاستعمال البنات كتبغي تديروها على وجه يكون نقي ديري أختي القماش ديالك غسلي وجهك مزيان يكون نقي وفي الليلي جي تبغي تنعسي خوضي من هاد الزيت ودهني الوجيه ديالك وخلي حتى الصباح سابون يكون طبيعي بيولوجيه لا تتعجز موالو البنات اي مرأة تكون دلاج ديالها كما بغير راقم كما نشجعكم لا تتعجز لا تتعجز وصفات احتنتي اعتني براسك احتمل نص ساعة ملوقيت سابون يطيق سابوني اعطى تجربه اتكتب لكم اتكتب لكم اختيار الان اختيار الان اختيار الان اي وصفة انا او الخمسة اشترك جميعا بأسفل جميعا نضافة جميعا بأسفل جميعا مره يجب أن أخذها بقراءه لأن كمبتغر يجب أن نعود للغزيل و أورنج يجب أن يكون الظلجة علماءه في الوجه أخذها لكي قريعة أضع مدة البناء يجب أن أخذها لكي قريعة تقومو دعوني الوصفات لا تنسو اجابي ان شاء الله سوف ندري لكم وصفات للشعر والوصفات تكون طبيعية و ان شاء الله شكرا